التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة تناول الاجتماع استعراض ملفات التعاون المشترقة بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة حيث تم تأكيد على استمرار العمل المشترق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق المستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية من مصادر الدخل المختلفة وعلى رأسها الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وهو ما يرفع معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي ويعد هدفا رئيسيا لكل من الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة بموضب تكلفات الرئيس السيسي في هذا الصدد كما شهد الاجتماع استعراض جمجه للتعاون بين الحكومة والبنك المركزي من أجل خفض معدل التضخم عبر آليات مختلفة من بينها مراقبة الأسواق وزيادة المعروض من السلع بما يسهم في خفض أسعارها